نحن نروح للزمالك ونشوف توقعات عمر الحلواني وحسام حسن للزمالك بكرة مع ابو سليم الليبي المباراة في الجزائر وان شاء الله المباراة هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله والمباراة هتزاع من خلال القنوات تملك حقوق نقل بطولات الأفريقية حسام الزمالك شايفه ازاي بكرة وعنده إصابات وعنده غيابات الزمالك طبعا دعم نفسه بشكل قوي جدا في شهر يناير بعد انهاء أزمة القيد ظهر بشكل نوع عما مقبول في المباراة بتاعت الإسماعيلي لكن برضو مش مكياس مقارنة بالصفقات الكبيرة واللعابة التقيلة اللي جات الفرقة لسه برضو المدير الفني مش بين الملامح بتاعته بس راجل واعد يعني انا شايف ان هو فكره كويس تغيراته حضرة بيقرأ الجيم كويس جدا عمل تشكيل كويس قوي قدام الإسماعيلي رغم ان المباراة عموما سواق من الإسماعيلي او الزمالك ما طلعتش بالمستوى اللي احنا كنا ننتظره الزمالك كان احسن عشان كان عنده فرص كتير يعني يمكن سيف الدين الجزيني ما كانش موفق لما نزل عمل يعني اداء كويس جدا واعتقد ان الزمالك على مستقى افراقيا في البطولة ماشي كويس متصدر المباراة بالنسباله زي ما حراج قلت قبل الفاصل يعني ممكن ان هو لو خد نقطة من التعادل تحسم صعوده كأول مجموعة ودي تفرق معاه كتير جدا الفترة اللي جاية لكن انا عندي بس تعقيب صغير ان الزمالك حتة الصفاقات هو ركز على منطقة معينة وعنده مشاكل كتير اقوى في الجزء اللي قدام يعني انا برضو مجبتش اللي قدام ولا الورا لا اللي قدام برضو حتى الورا سواس انترباكات بس احنا متكلم في حدود المتاح الحتة اللي قدام كان محتاجة تدعمات اكتر من كده يعني كنت محتاج مهاجم تاني مع ناصر منسي ومع سيف الدين الجزيري لان الاتنين ستايل واحد من الجاري وكانت احتاج حد صندوق يلعب في التمنتاشر الكرات العرضية بقى مميز من خلالها بالذات ان انت بتلعب في دهارهم اوباما عبدالله السعيد شيكابالة زيزو الناس بتوصل على المرمى وبيحبوا الكرة على الارض اكتر فانا شايف ان ده كانت نقطة بس سلبية عند لجنة تعاقدات في الزمالك وحتت برضو خطة دهار كانت محتاجة تدعمات اكتر من كده يعني لكن الزمالك بشكل عام افضل كتير طبعا من الفترة اللي فاتت على الورق لكن لسه مشوفناش ده على ارض الواقع